لقاحات كورونا يا دكتور بقالنا فترة خلاص يعني نسينا بقى القصة مع ان الموضوع لسه موجود آه يعني ما اندسرش ولكن موجود بشكل بسيط ولكن موجود على الأرض الواقع المفروض ناخد له اللقاحات ونكمل لقاحاتنا اللي كنا بناخدها دي معظم الناس خلاص ما بتاخدش اللقاحات دلوقتي فهنا المفروض نعمل ليه؟ الناس عشان حسيت ان كورونا انتهى هو من انتهاش والعزال موجود ولكن اصابته بسيطة فبتعتقد الجميع ان انا عندي برد ما عنديش كورونا فبتالي عزفت على منظومة اللقاحات طب هقول للناس دول في فئة منكم لا تزال وقع الاصابة خطير عليهم حتى مع دور البرد حتى مع دور الانفلونزا حتى مع المخلاوي حتى مع كورونا اللي هم مين؟ كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة مرضى ضعف المناعة مرضى حسيت الصد دول اصابة البرد بتعمل لهم مشكلة لان مناعتهم ضيفة إصابة الانفلونزا ممكن تؤدي إلى مضاعفات مثل اللقاح الانفلونزا كذلك كورونا فبالتالي الفئة دي لا تزال هي الأكثر حرصا رغم ضعف في كورونا إلا أنها أكثر حرصا إنها تاخد جرعة عزيزية من اللقاح كورونا أكثر حرصة أنها تاخد لقاح الإنفلونزا أكثر حرصة أنها تاخد في لقاح اسم لقاح المكورات الرئوية اللقاية من النزلات اللي بتيجي في الشتاء فبالتالي الفئة دي إن ما كانش كل الفئة نقول لهم تاخدوا اللقاحات هقول الفئة دي أنت الأكثر حرصة أن أنت تاخدي لقاح الإنفلونزا أنت الأكثر حرصة أن تاخدي لقاح كورونا لا ده كمان هتاخدي لقاح المكورات الرئوية لأن أنت رئتك منعتك ممكن تدخلك في المضاعفات عند الإصابة حتى مع دول البرد. الناس كبارة السنة دول البرد ممكن يعملهم التأف في الجبل الأنفاية. التأف في الأوزن الوسطى. دول الانفلوزة ممكن يعملهم مشاكل زي التأف الرئوي. الكورونا ممكن تتقللهم في تلايف ومضعفات. فبالتالي دول يجب أن يتم الاهتمام بهم منعياً عن طريق اللقاحات وعن طريق بعض الأشياء المناعية اللي أنا أقول لهم. الطفل ينعملوا منعياً زي الكبير السن.